خيرا من نشر هذه الرسالة وجعل في ميزال حسناته وغفر ذنبه وشرح صدره وأسقام الحوض النبي صلى الله عليه وسلم أحبتي هذه وصفة نبوية من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم لكل مرض يقول عثمان بن أبي العاصر حد الصحابة شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل أجده في جسدي فقال لي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وحاذر قال ففعلت فأذهب الله ما كان بي أحبتي قال لبعض الأطباء هذه الوصفة عرضت لبعض المرضى وتشافوا بإذن الله بعض المشايخ والرقاه والدعاء والعلماء كلمون قال والله جربناها في أنفسنا وفي أهلنا لأنه منطق الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام قلها على رأس المريض خاصة من عندهم أطفال عندهم توحد عندهم إعاقة عندهم أمراض مزمنة ونحو ذلك وصفها كذا بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدراته من شر ما أجد وحاذر سبع مرات تقبل الله مننا ومنكم انسروها لا تكفر رسالة مررها لتكون في ميزان حسناتك ترجمة نانسي قنقر